قرر رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق إحالة تقرير اللجانة المختصة للمجلس حول الدرسة المقدمة بشأن الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات إلى رئيس الجمهورية جاء ذلك خلال جلسة عامة للمجلس عقب الانتهاء من مناقشة تقرير من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضمن الاجتماعي بشأن الدرسة مجلس الشيوخ يستأنف جلساته باستعراض عدد من مشروعات القوانين وتقارير اللجانة النوعية حيث وافق في مستهل الجلسة على إحالة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022-2023 والتأشيرات العامة المرافقة له إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار كما تترقت جلسة مجلس الشيوخ إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضمن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام حول النمو السكاني وتنمية الأسرة حيث أبدى النواب ملاحظاتهم ومكترحاتهم بشأن التقرير محافظات مصر التي يرتفع فيها معدل النمو وينعكس في التعليم والصحة والكواليتيوب لايف أو كيفية الحياة بنجد أن الزيادة السكانية تقل وتتراجع محافظات سيد الرئيس محافظات بور سعيد والإسماعيلية والسويس وضميات والدأهلية وهي محافظات عامة يوجد فيها معدلات للنمو مرتفعة عن بقية المحافظات بنجد مباشرة تراجعا في الزيادة السكانية أدعو الحكومة أن تتبنى هذه الدراسة والتي جاء من نتائجها هو كيفية استخدام الأزمة السكانية التي تعاني منها الدولة الوطنية المصرية كعنصر بشري لرفع مقام التنمية داخل الدولة الوطنية النواب وافقوا على مقترح من اللجنة بإنشاء الهيئة القومية للسكان وتنمية الأسرة محل المجلس القومي للسكان وعملا بحكم المادة التاسعة والثمانين من اللائحة الداخلية للمجلس تم إحالة التقرير إلى رئيس الجمهورية أسالة العضاء أرى أن الموضوع قد استوفي بحثا فالموافق من حضراتكم على من تهي لي رأي اللجنة يتفضل برفع يديه موافقة مناقشات مثمرة أطفت العديد من المقترحات والملاحظات على موضوع الدراسة بهدف الوصول بها إلى الشكل الأمثل مشكلة السكانية تمثل تهديد لكل جهود التنمية في مصر وأصبح من الضرورة أن يكون هناك موقف حاسم مدروس تتضفر فيه كافة جهود الدولة هي ليست مشكلة معني بها وزارة أو مؤسسة أو هيئة أو مجلس هي مشكلة أساسية تعني بها كل الوزارات وكل المؤسسات السياسية والأهلية في مصر نحن في حاجة مسة إلى مشروع قومي مقدم من الحكومة بمواعيد محددة وبخطة محددة ووضحة نستطيع من خلاله أن نقول أن هذه المشكلة الدولة المصرية بتسير بخطة سبتة نحو القضاء عليها فترة زمنية محددة تساهم فيها كل مؤسسات الدولة المختلفة مش عايزين نلقي العبء على مؤسسة بعينها لكن هذه المشكلة هي محتاجة لتكاتف كل مؤسسات الدولة المصرية محتاجين إلى حملات توعية كبيرة جدا اشتركوا في القناة